بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنبدأ مع بعض Chapter 2 وبنتكلم فيه على CNC Turning Center بنبدأ بالLearning Outcomes أول حاجة بنقول نحن نتناول المشين اللي نحن نشتغل عليها ونعرف المشين ونعرف القتن ونعرف البروسيسنج ونحن نتناول إن شاء الله من خلال هذا الشابتر تفصيلا عندنا من الـ CNC لازم نتعرف عليهم ونعرف الـ Configuration وما هو الفرط منهم بينهم وبين بعضهم آخر حاجة اللي هي Determine the Programming Features إذن الـ Learning Outcomes دي اللي هدغطي لي القزق تاع الترنينج سنسر بيقول لي الـ Basic Machine Practice اللي هي أول حاجة هنبدأ فيها في هذا chapter الحاجة بيقول لي The Key Concept to Prober CNC Machine Usage إيه هو يقول لي You must understand Basic Machine Practice as it relates to CNC turning سنسر لحن إذن هنا هنشتغل على المشين اللي هي بتاعة إيه الترنينج سنسر لو جينا نشوف أول حاجة عندنا في الـ Basic Machine براكتس إيه هي يقول لي You must understand إيه أول حاجة المشين MACHINING OPERATIONS إيه هي الـ OPERATIONS اللي ممكن تتعمل على CNC turning center فبنقول بعض العمليات اللي هي زي Rough turning and finish turning Rough boring finish boring drilling tabbing threading grooving and necking إيه با دي أول حاجة يا شباب اللي عايزين نعرف هي MACHINING OPERATIONS نيكي بعد كده يقول لي عايز أعرف تاني حاجة الـ Processing What does it mean Processing أيبا إيه أنا أتكلم على الـ Processing بيقول لي الـ Processing اللي هي development of the machining order by which the work piece is produced لابد أن أنا أعرف السيكونسز الترتيبات الخطوات اللي أنا هتتبعها عشان أنتق المنتج بتاعي بمعنى أنا عندي منتج معين عايز أنتقه على المخرطة المنتج ده فيه Facing وفي Digital Turn وفي Taper وفيه Hall وفيه قد بالك أنا لما أتكلم على CNC Turning Center It means أني أنا أقدر أعمل عمليات Turning وزي ما نشوف إن شاء الله دلاتي أعمل عمليات Drilling وأقدر كمان أعمل بعض عمليات المilling أوكي فبيقول لي الـ Processing لابد أني أنا أعمل السيكونسز أو الترتيبات اللازمة بإني أعرف المشين إزاي أنا هبدأ في هذا المنتج وكيف أوصل لنهايته بعد كده بنتكلم على The Cutting Conditions يعني لما أشتغل على Cooper غير لما أشتغل على Steel Depends على المتير اللي أنا هشتغل بها لازم تاني حاجة Surface Finish اللي أنا عايز أخذه من Product بتاعي وهكذا يبقى لازم نتعرف على Cutting Conditions بكده نصل لنهاية هذا الـ Chapter لنهاية هذا السلايد وإن شاء الله نراكم في مقطع قادم بإذن الله شكرا السلام عليكم ورحمة الله